اشتركوا في القناة عبدالطارق وابو الناصر ويهاب أمين ومايكل تومسون ادري في دات المباراة انه يطلع لغاية 18-0 كان بلعب من تمان هنا الشوت الأولان 19-8 كانت بداية قوية جدا اشمع بداية الشوت التاني بدأ مدرب الاتصالات يعيد حمد للملعب ويرجع للزون ديفنس تقلق من عندنا شوية يهاب أمين بعض الشوت وعمر جندي وعمر عزب لكن قدروا هما عن طريق فصل بريك شوية يرجعوا للجيم الجيم كان لازم يمشي على الوطيرة الأولانية نحن نمتلك زمان مباراة نحن نسيطر على الملعب نفرد اسلوب لعبنا كانت الفرقة من فرقة قوية اللي بتقدر ترجع للجيم المصير للاتصالات وفعلا رجعت ونهت الشوت الأولاني 38-6 بفارق باسكت لكن الشوت التالي دعنا في اعتقاد الشخصي لازم نبدأ كالشوت زي الشوت الأولاني لأن البداية القوية هي اللي هتدينا المفتاح اللي نكسب الجيم ده لأن الفرقة ما بتستسلمش نعم كابتن كريم يمكن عندما يعني يسجل مصير التصالات في نادي الأهلي في شوت كامل الشوت الأول 8 نقاط بينما يسجل في الشوت الثاني 30 نقطة كتير قوي موضوع يعني محتاج تفسير تمام يا كابتن عايزة نبص زي ما حاجة بتقول احنا قدام 15 دقيقة كنا قدام فرقة واخر 5 ازاي احنا قدام فرقة تانية تمام الفرق ما بين الاتنين دول ان النادي الأهلي فعلا زي ما كابتن سالعوي قال بدأ كويسة جدا مركز في التفاصيل عمر طارق جود ستارت عبدالله ناصر جود ستارت الفرقة كلها بتعمل الصح اول من مصير التصالات بدأ يعمل الزون بتاعه اللي هو اتنين اتنين واحد من اول الملعب وبعد كي يرجع على زون بدأنا ما نهتمش بالتفاصيل الزون الفرقة اللي قدامك لما بتلعب زون لازم تركيزك يعلى فلما التركيز بتاعنا قال بدأوا هم يجيبوا سكور بدأنا احنا ما نجيبش فبدأ السقة بتاعتنا تنزل شوية فاخر 5 دقيقة احنا كنا 31-12 بقينا 31-20 لغاية ما بقينا في الاسكور اللي احنا شايفين وده اللي هو 38-36 فحصل دروب في اخر 5 دقيقة قل التركيز لازم لما الفرقة اللي قدامنا تلعب زون تركيزي يعلى طيب هدل حداك حاجة برضو يمكن مبرر يعني يرى البعض ان البنش بلاير مكانوش مركزين يعني أنا لعب على البنش ونازل حتى في الان باي وطبعا كلكم كابتيننا وعارفين في الان باي بالعين المجردة كده احنا عندنا مشكلة اللي نزل ما نزلش مركز ما نزلش مركز ومنزلش على قوة البديل اللي نزل عليه اللي هي بس هو أنا عايز اقول النادي الاهلي معظم الـ 12 اللي فيه كلهم قسيين ما فيش فرق ما بين لكن هي عملية اختيارات مدرب عملية توقيت عملية ان انا بشوف مين المناسب في الوقت ده لكن فعلا النقطة الضعف اللي قدت الى ان احنا في الشهود التاني يدخل فينا 28 منت 30 يا كابت لا 28 صح 28 نقطة دي نتيجة لعدم تركيز البديل اللي نزل مع ان المصريات الصلاة الزون المفتوح تعبنا شوية له لبعض طب هل تتفهم عكا بتنسى العاوي ان الدروب اللي حصل في الشهود التاني يمكن اكثره دفاعيا عشان يجي فينا من 36 8 من 8 ل 36 احنا بنتكلم في 28 نقطة صح بداية الكلام انت قولت التركيز التركيز اللي نازل هو اللي ادى الى ان فيه حصل دروب في الدفاعيا اساسا في المقام الاول دفاعيا بالزبط لان الدفينس القوي هو اللي بديك بديك ايزي باسكت او بديك هجوم سريع او هجوم منظم لكن احنا كان فيه خلل في الدفاع شوية وعدم تركيز صحيح اقول بس عن نقطة هنا المفروض البديل وهو نازل لما تكون نازل على سكور عالي في مكسب تاني ان انا كسبه اكتر من السكور انا لما يكون نازل على سكور عالي اول حاجة ان انا حافظ على السكور اللي الخامسة اللي قبل ايه عاملينه والحاجة التانية ان انا جيب نفسي في مطش زي ده لان لو نزلت انت بوصص على السكور طبيعي هتلاقي انت تركيزك قليل هتحس ان انت فرقان كسبان بفرق كبير طب كابتن كريم انا عايز معلش قطعك في كرة في المباراة يمكن كانت في البازر في نهاية الشوت يعني دائما بنحب نجيب القطات التحكمية مش عشان ننتقد الحكام الحاجة والاقي الكرة دي يعني عمر زهران لعبها معلش عدول الساعة يعني بصوا انا عايز الناس تركز على الساعة معلش عدولها تانية يا جماعة بصوا على الساعة هالفول بورد عمر الجندي بصوا بصوا اه لا يبقى كرة لا يبقى كده الكرة كده احنا لما اخشفناها في الاعادة لا الوقت خلص ووقت خلص زي ما احنا اتفاقنا يعني احنا بنقول كلمة الحق برضو مش دائما ابدا بنقول لغاية دلوقتي انا اعتقد ان التحكم على مستوى المباراة والتحكم ما فيش اخطاء منه والكرتين اللي فيهم شك في التحكم لا مزبوطين كرة دي والكرة اللي احنا هنعرضها دلوقتي التاني اللي هي بتاعة عبدالله نصر نشوفها وبعدها نحكم عليها بسكركم مكبات وخلينا نطلع لفاصل عزيزي المشاهدين ثم بعد الفاصل نطير على صلاة الامير عبدالله الفيصل من مقر نادي الاعلي بالجزيرة نقل احداث الفترة التالتة والرابعة من مباراة كرة السلة الاهلي والمصرية والاتصالات لا تذهبوا بعيدا